مرحبا ثالثة في بحالكم يوم شخص الله في مادة التربيل الإسلامية رح نتحدث عن سورة القارعة السورة لا تحتوي على أسئلة أو شرح فقط المعاني والسورة سأبدأ بقراءة السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس في الفراش المكتوذ وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله الرحيم فتحدث الآية الثالثة السورة عن هو اليوم القيامة والحالة التي يبعث فيها كل شخص حسب أعماله في يوم القيامة وما مصيره سواء كان الجنة أو النار القارعة وتعني يوم القيامة كالعهن وتعني الصوف المنفوش وتعني متنافر فأمه هاوية وتعني مصيره إلى النار يعطيكم ألف عفية ثالث